اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبالفعل نفذ اسحاق حلمي قرار النادي النادي رعى تاريخ وقيمة اسحاق حلمي لكن في نفس الوقت ما فردش ابدا في حقوق النادي ومبادئه واخلاقياته وده اللي مشي عليه الاهلي طوال تاريخه واتكلمنا عن وفاة احمد حشمة باشا اللي اهدى الاهلي كاس اول بطولة يتم تنظمها في ملعبه وعن حصول الاهلي على قطعة ارض جديدة وقرار اللاجنة العليا ان الارض دي يتبني عليها ملعب كرة قدم جديد يتضمن مدرجات ومقصورة ملكية ومدمار العاب قوى الملعب ده اصبح الملعب الرئيس للاهلي اللي هو ستاد مختار التيتش واتكلمنا عن اول فكرة لانشاء حمام سباحة في الاهلي سنة 1926 الفكرة اللي اتأخر تنفيذها لمطلع الاربعينيات وعن اتخل عبة الجول في النادي وانشاء مصرح ليصبح النشاط الفني والثقافي طوال العام مش في المناسبات بس واتكلمنا عن اقتراح اسكندر فاهمة فندي بشأن عمل علامة للاهلي يعني شعار وكان اول شعار للاهلي عام 1926 الشعار اللي اصبح العلامة التجارية للاهلي واخيرا اتكلمنا عن الاعلان اللي تضمنوا التأرير الختامي عن حالة النادي اللي بيصدروا النادي سنويا للعرض على الجامعية العمومية وبيتضمن كل اللي قام به النادي من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية والتأرير المالي التأرير الختامي اللي بيتوزع على الاعضاء قبل انعقاد الجامعية العمومية كان متضمن اعلان عن بولبولة مصر وسألنا يا تارى مين بولبولة مصر بولبولة مصر كان لقب الفنانة الكبيرة السيدة ام كل ثوم طب ليه تعمل الاعلان في التقرير الختامي للنادي الجامعية العمومية كان معدها 25 نوفمبر 1927 والحفلة معدها 4 ديسمبر وعلشان اكبر عدد من الاعضاء يشوفوا دعوة الحفلة تم عمل الاعلان في الصفحة الاخيرة للتأرير اللي بيتوزع على كل الاعضاء وزي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشة ده الاعلان مكتوب فيه بعشرين قرشا صاغا يمكنك التمتع بسماع بولبولة مصر الانسة ام كل ثوم على تختها المشور بصالة النادي الاهلي يوم الاحد الموافق 4 ديسمبر سنة 1927 الساعة التاسعة مساء الدعوة خصوصية لحضرات اعضاء النادي فقط تطلب التذاكر من مكتب السكرتاريا ومن محصل النادي في اللي يام دي الاهلي وزي ما قلنا قبل كده كان بيعمل حفلتين كبار في السنة حفلة احتفالا بتأسيسه بتكون في شهر ابريل وحفلة ليلة عيد الفطر وكانوا بيتعملوا في دار الاوبرا لكن الاهلي ما كانش بيكتفي بالحفلتين دول كان بينظم حفلات طول السنة اما بتكون حفلات بتحييها السيدة ام جلسوم او كبار المطربين في الوقت ده او حفلات فنية ثقافية بتتضمن منولوجات وقصائد شعرية الاهلي ما كانش مجرد نادي رياضي كان نادي رياضي وثقافي واجتماعي وفني كان ملتقى المصريين في كل المجالات ونتنقل دلوقتي في محضر مجلس الادارة لقرار من اخطر القرارات اللي صدرت في تاريخ النادي الاهلي ورغم ان القرار ده اتاخد عام الف تسعمية تمانية وعشرين الا ان كل منتمل الاهلي من ساعتها والحد النهاردة بيتناقل تفاصيله بفخر واعتزاز القرار كان ايقاف ابو الكرة البصرية وكابتن فريق كرة القدم حسين حجازي لمدة تلت شهور وتعالوا نتعرف مع بعض كده على التفاصيل يوم الجمعة 13 ابريل سنة 1928 كان معاد مباراة الاهلي والترسانة في نهائي كاس السلطان حسين اللي تلعبت بملعب الارض الخضرة وده كان ملعب موجود ايامها في العباسية وانتهت المباراة بفوز الترسانة اتنين واحد واحرز هدف الاهلي مختار التش وخسر الاهلي بطولة كاس السلطان حسين عادي جدا الكرة ما كسب وكسارة لكن اللي مش عادي كان اللي حصل بعد المباراة وكان جديد على الملاعب المصرية فوج الجميع بان لعب الاهلي ما تلعوش يستلموا ميداليات المركز التاني من مندوب جلالة الملك اتجود كهرب في الملعب وما انقص الموقف غير شعودة نين من اللي عبت الاهلي رياض شوقي وزاكي عثمان اللي استلموا كل ميداليات الفريق من مندوب جلالة الملك اللي حصل ده كان مصار استياء الجميع مندوب الملك وكبار قيادات الاهلي والترسانة والصحافة والجباهير وكتبت مجلة المصور تحت عنوان ظاهرة سيئة تلك التي ظهر بها فريق الاهلي بامتناعه عن تسلم الميداليات من يد مندوب جلالة الملك بحالة اثارت الالم في نفوس كبار المدعوين وقد علمنا ان لجنة الكأس السلطانية سترسل خطابا الى النادي الاهلي تأسف فيه لهذا الحادث فورا قررت اللجنة العليا للاهلي عقد اجتماع عاجل ولجنة الكأس السلطانية ارسلت خطاب بتعبر فيه عن استياءها من تصرف رئيس الفريق حسين حجازي وانعقد الاجتماع بعد اربع ايام وتحديدا يوم الثلاث سبعتاشر ابريل الف تسعمية تمانية وعشرين وخرجت قرارات اللجنة العليا كعادة النادي الاهلي مناسبة تماما لخطأ حسين حجازي نقرأها سوا اجتمعت اللجنة العليا للنادي يوم الثلاثاء سبعتاشر ابريل الف تسعمية تمانية وعشرين تحت رئاسة جعفر ولي باشا وعضوية محمد محمود باشا وفؤاد انور بيك وفؤاد اباظه بيك ومحمد صبح بيك وابو بكر راتب بيك وسكرتير النادي داود راتب بيك وبعد ان تناقشت اللجنة في موضوع عدم حضور لاعب النادي الاهلي لاستلام الميداليات في المبارة النهائية للكأس السلطاني التي اقيمت يوم 13 ابريل الماضي بالارض الخضراء بحضور مندوب حضرة صاحب الجلالة الملك وطولي عليها الخطاب الوارد من لجنة الكأس السلطاني قررت ما يلي ابداع عظيم استياء اللجنة للسلوك المعيب الذي سلكه افراد فرقة النادي بعد انتهاء هذه المباراة ايقاف رئيس الفرقة حسين حجازي لمدة ثلاثة شهور لانه بصفته رئيسا للفرقة تقع عليه المسئولية في كل ما حصل انذار باقي اللاعبين ما عدا رياض شوقي وذاكي عثمان لان الاخرين قام بالواجب عليهما وحضر لاستلام الميداليات ابلاغ القرار الى لجنة الكأس السلطاني والاتحاد المصري لكرة القدم وتعليقه بلوحة النادي لمدة خمسة عشر يوما وعلى حضرة سكرتير النادي مراعاة تنفيذ ذلك دي كانت قرارات النادي الاهلي قرارات في منتهى القوة والحزم حسين حجازي ما كانش بمجرد لعب كرة ده ابو الكرة المصرية وامهر لعبيها وحاصل على البكوية وقبل الواقع بشهور في ديسمبر الف تسعمية سبعة وعشرين دعا الاهلي الرياضيين في مصر للاحتفال باليوبيل الفضي لممارسة حسين حجازي كرة القدم كان قيمة كبيرة ومش بس كده حسين حجازي كان عضو منتخب في اللجنة التنفيذية للنادي الاهلي يعني حد مسؤول وعلى قدر حجم حسين بيك حجازي كان حجم العقاب اللجنة العليا للنادي الاهلي لما خدت القرارات دي ما حطتش قدامها اي اعتبارات الا النادي الاهلي ومبادئه واخلاقيته مهما كانت قيمتك لازم تلتزم بنظام الاهلي الصحافة امتدحت قرارات الاهلي فكتبت الاهرام التقاليد الرياضية والاجتماعية تقضي بضرورة الردوخ لا لنتيجة اللعب فقط ولا لنتيجة الحظ فحسب بل لاثبات نبالة مركز الرياضيين ما حدث من الاهليين يومئذ شديد الواقع على كل الرياضي سمع به واشد منه وقعا على من رآه رأي العين وقد اوشكت هذه المشكلة ان تحل بعد ان اخذت شأنا كبيرا في الدوائر والمراجع العالية فانتهد درسوها الاول في النادي نفسه على ان يوقف حجازي ثلاثة شهور لانه ثبت للجنة النادي انه هو المسؤول عن ذلك بصفته رئيس الفرقة اذا فلا شك في ان هذا الحل سيعبر عن استهجان النادي لما حدث وهو امر لا يشك فيه انسان اما مجلة المصور فكان رد فعلها بعبر عما ينتظره الرأي العام من الاهلي فذكرت عبارة بليغة اشرنا في العدد السابق الى ما حدث بعد مباراة الاهلي والترسانة وخروج الاول مهزوما وامتنوعا تسلم الميداليات من مندوب جلالة الملك واعقبنا هذا برأينا واستنقارنا لهذا الحادث واهتمام الدوائر الرسمية بشأنه وكان ما توقعناه وذكرت القرارات كانت عبارة وكان ما توقعناه من ابلغ العبارات واقصرها لانها بتدي دلالات لا تخطئها عين عبارة بتؤكد على ان هذا هو الطبيعي المتوقع من النادي الاهلي وان القرار ده يترجم الارث التاريخي للاهلي امام المواقف دي ومش ممكن مجلة المصور تكتب العبارة دي الا لان الاهلي متعود على القرارات التربوية الحازمة السريعة وعشان نعرف قيمة القرار ده وان المبادئ مش مجرد شعرات تخيالوا القرار ده صدر امتى الاهلي لعب قدام الترسانة يوم الجمعة 13 ابريل وخسر الكاس السلطنية 13 ابريل والقرار صدر يوم 3 17 ابريل ويوم الجمعة 20 ابريل في نهائي كأس الامير فاروق اللي هو كاس مصر الاهلي حيلعب مع المختلط اللي هو الزمالك يعني معرض يخسر بطولة تانية نتيجة غياب افضل لعبية يعني بطولتين الاهلي حيخسرهم في اسبوع لكن الاهلي ما التفتش للبطولة واخسرتها والكلام ده لان في الاهلي المبادئ فوق البطولات مش بس كده فيه بعد تاني لقرار اقاف حسين حجازي منتخب مصر حيسافر يلعب في الدورة الاولمبية بامستردام يعني المنتخب حيتأثر بغياب رئيس الفريق وافضل اللاعبين حسين حجازي رئيس النادي الاهلي جعفر ولي باشا هو نفسه رئيس اتحاد الكرة يعني القرار مؤثر عليه من الناحيتين الاهلي والمنتخب واي تعثر حيتحسب عليها لكن المبادئ تغلبت على اي حسابات ولعب اللاعب الاهلي مباراته مع المختلط يوم عشرين ابريل على لقب بطولة كأس مصر وفاسب هدف لمختار التتش ويفوز الاهلي بالاخلاق والمبادئ والبطولة طب ايه اللي حصل مع منتخب مصر الصحافة اللي استاءت من تصرف حسين حجازي وانتظرت عقوبات الاهلي هي نفسها اللي بدأت تطالب بحل عشان حسين حجازي يشارك مع المنتخب في الدورة الالولمبية بأمستردام وكأنها لم تنتبه الا بعد قرار الاهلي وكتبت المصور على قرار الاهلي بإقاف حسين حجازي القرار في ذاته حازم وقوي ويصون سمعته في المستقبل ويمنع تكرار الحادث الا ان تمثيل مصر في الالعاب الالمبية يستدعي وجود حجازي وانا ضعف الفريق وضاعت قوة المعنوية فنرى من الضروري تخفيف العقوبة وبدأ بعض عضاء اتحاد الكورة يفكروا في مخرج لأزمة حسين حجازي ومحاولة تبرير خطأه اللي حصل في وجود مندوب المالك فؤاد بانه ما تلعش يستلم الميداليات خجلا من الخسارة وقرروا ارسال الالتماس للنادي الاهلي علشان يخفف اقاف حسين حجازي فكتبت الاهرام ايه بقى؟ هناك فريق من اعضاء لجنة الاتحاد العليا يملون الى تعضيد هذا الالتماس لاخراج حجازي من هذا المأزق الذي ينسبونه الى خجل حجازي لا الى تعمده الاهانة او رفض التشرف باستلام الميداليات على ان كل الرياضي المصري وحجازي اول الكل يفقه معنى التقاليد الرياضية وما من احد منهم يستطيع ان ينكر حبنا جميعا وتقديرنا جميعا وطاعتنا جميعا وولاءنا جميعا لحكمنا وقل الامر منا وكل ما هنالك ان حجازي تورط بحكم خجله ومركزه فكبر عليه ان يذهب في وسط هذا الجمع فيرى بعينه موقف الانهزام الذي لم يتعوده وانه اخطأ وكل انسان عردة للخطأ وكل خطأ لا بد ان ينظر فيه للنية والقصد وما دامت نية حجازي حسنت من الناحية التي قدرت الاساءة اليها وما دام قصد حجازي هو التواري عن اعين النظارة لا رفض المثول بين يدي سعادة مندوب جلالة الملك ومن كان حاضرا معه لهذا وتبرئة للرياضيين من تهمة كالتي وصم بها حجازي نطلب الى الهيئات الرياضية ان تسعى جهدها لازالة عقوبة حجازي حتى يزول ما علق بالاذهان من جرائها نجى الله الرياضة من شر الرياضيين وفعلا اتقدم اتحاد الكرة بالالتماس للأهلي عشان يخفف عقوبة حسين حجازي واللجنة التنفيذية بالأهلي قررت رفع الالتماس للجنة العليا مع الموافقة عليه لكن اللجنة العليا للأهلي اللي اجتمعت يوم أربعة مايو الف تسعمية تمانية وعشرين رفضت الطلب وجه في محضر الجلسة نظرت لالتماس المقدم من اللجنة التنفيذية الخاص بمسألة ايقاف رئيس فرقة كرة القدم حسين حجازي فقررت عدم قبول اعادة النظر في ذلك وسافر منتخب مصر عشان يلعب مبارياته في الدورة الأولمبية بأمستردام بدون حسين حجازي وكانت مكافئة تغليب الأخلاقيات ان منتخب مصر يحقق اكبر انجاز في تاريخه الدولي بالفوز بالمركز الرابع في مسابقة كرة القدم وكانت الدورات الأولمبية بما ثابت كس العالم للمنتخبات في الوقت ده قبل ما تبدأ بطولات كس العالم عام 1930 كان درس كبير المبادئ والأخلاقيات انتصرت وكان فوز الأهلي والمنتخب من غير أفضل لاعبيه أقوى دليل بأن الرياضة تعطي من يتمسك بالأخلاق فهل استوعب القائمون على الكرة المصرية الدرس كان مفروض يكون موقف الأهلي نموذج يحتز به من الجميع لكن اللي حصل كان غير كده بعد انتهاء الدورة الأولمبية بأمستردام المنتخب كان حيلعب مباريات ودية في طريق عودته عن طريق البر إلى أحد المواني الأوروبية عشان يرجع عن طريق البحر للإسكندرية وفي فندق من فنادق مدينة جينيف السويسرية حصل أمر مشين من اتنين لعيبة بالمنتخب محمد حسن لاعب المصري ومحمد جمال البرنس لاعب الأولمبي السكندري اللي كان في الأصل لاعب بالاتحاد السكندري وانتقل للأولمبي موسم 1927 28 رئيس البعثة كان أحمد فؤاد أنور اللي كان سكرتير اتحاد الكرة وعضو اللجنة العليا للنادي القهف أحمد فؤاد أنور قدروا أنه ينهي الأزمة بهدوء مع إدارة الفندق على أساس أن المنتخب يسيب الفندق وجينيف نفسها فورا وما تتساعدش المشكلة للشرطة وفعلا نجح في مسعاها وبعد ما رجع القاهرة كتب تقرير مفصل عن كل اللي حصل وزارة المعارف كانت منظمة حفل لتكريم البعثة فاستبعدت محمد حسن وجمال البرنس من التكريم وجه بقى دور الاتحاد الكرة عشان يتخذ قرار بإيقاف اللاعبين لكن فوج جعفر ولي باشا رئيس الاتحاد وأحمد فؤاد أنور سكرتير الاتحاد ورئيس البعثة بأن وكليل الاتحاد النبيل عباس حليم ومحمد حضر بيك رفضين اتخاذ قرار بإيقافهم النبيل عباس حليم كان رئيس نادي المختلط في الوقت ده ومحمد حضر بيك كان وكيل لنادي المختلط اللي اتنين كدبوا تقرير أحمد فؤاد أنور رئيس البعثة المشهود له بدماثة الخلق وحسن السمعة والصدق كانت صدمة لجعفر ولي باشا وأحمد فؤاد أنور إزاي يكون ده موقف وكليل الاتحاد قدام حادث غير أخلاقي في الوقت اللي الاتنين وهم في اللجنة العليا للأهلي أوقفوا من شهور قليلة حسين حجازي أفضل لاعب في فريق الكرة لموقف أقل من اللي ذكر رئيس البعثة في تقريره ولأن جعفر ولي باشا وأحمد فؤاد أنور بيت أصحاب مواقف قرروا الاستقالة من اتحاد الكرة وكان موقف جعفر ولي باشا وأحمد فؤاد أنور متصقا تماما مع مواقفهم الأخلاقية ضد أي خروج أخلاقي موقف ينتصر للمبدأ فإزاي ينتصر للمبدأ ضد أهم لعب في فريقه ويجد معارضة لإخاف لعب آخر ودر سؤال بين كل المهتمين بالرياضة ليه النبي العباس حلمي ومحمد حيضر بيك رفضوا عقاب اللاعبين وفضحت جريدة الأهرام السبب وكتبت بالنص منتقدة عدم اتخاذ باقي أعضاء التحدي الكرة موقفا مؤيدا للأخلاقيات في الأزمة قالت إيه؟ ولا ندري كيف أن لجنة الاتحاد العليا المحرومة من المعارضة كانت جبانة في عدم الوقوف أمام حضرة وكيلها عندما أراد التسطر على لعبه البرنس لتقوية فريق المختلط قبل كل شيء فنحو نحوه وأرادت التأثير في أنور بك ليكون معها في الغفلة عن الحادث ومن أحدثه في جينيف الصحافة كشفت السر كل شيء كشف وبان محمد حضر بك وكيل اتحاد الكرة ووكيل نادي المختلط في نفس الوقت متفق مع جمال البرنس أنه ينضم للمختلط بعد العودة من الدورة الأولمبية ويهمه عدم إيقافه عشان يلعب للمختلط وبعد انكشاف السر وانتشار تفاصيل اللي حصل في جينيف بين الأوساط الرياضية اتحاد الكرة اجتمع وقرر قبول استقالة جعفر ولي باشا وأحمد فؤاد أنور بك المفاجأة أن في نفس الجلسة اللي تم فيها قبول الاستقالة جات معلومات جديدة بتأكد صحة تقرير أحمد فؤاد أنور رئيس بعسة كرة القدم ويصدر الاتحاد قرار بشطب محمد جمال البرنس ومحمد حسن يعني في الوقت اللي بيقبلوا فيه استقالة رئيس الاتحاد وسكرتيل الاتحاد يشتبوا لاتنين لعيبة اللي كان عدم عقبهم سبب في الاستقالة وكان قرار الشد أعنف من طلب رئيس الاتحاد اللي كان الإقاف فقط لللعبين وهاجت الصحافة وكتبت مجلة الصباح تعليقا على القرارات ومن دقق النظر فيها تبين له أن معالي الباشا كان محقا في تمسكه بإصدار عقوبة صارمة تكون رادعة لهما في المستقبل ولغيرهما ممن سيمثلون مصر في الداخل والخارج وهناك نقطة أخرى وهي أن اللجنة أخذت برأي الباشا وأصدرت قرارها الحاسم بل كان قرارها أشد صرامة مما طلبه معاليه إذن كان معالي رئيس الاتحاد محقا في طلبه والذي نحار في فهمه الآن هو قبول الاستقالة بالإجماعة مع الأخذ برأي الباشا الذي أدل به قبل الاستقالة فكيف يصح التوفيق بين هذين الرأيين فضلا عن تنفيذهمها وأعلن اتحاد الكرة عن انتخابات الانتخاب رئيس وسكرتير جديدين للاتحاد لكن الصحفة ما سكتتش وهجبة الوكيلين ورئيس منطقة سكندرية أعلن استقالته رفضا لقرار قبول الاستقالة والصحف تسألت عن موقف رئيس منطقة القناة والأندية رفضت عمل انتخابات جديدة والأهل أصدر قرار بعدم لعب أي مباريات إلا بعد الفصل في أمر اللعبين وتوقف النشاط تماما والجميع طالب برجوع جعفر ولي باشا وأحمد فؤاد أنور على الاستقالة وفعلا عاد جعفر ولي باشا لرئاسة الاتحاد وعاد أحمد فؤاد أنور لمنصبه كسكرتير للاتحاد وتم إيقاف محمد حسن وجمال البرنس لمدة عام وبعدها انضم محمد جمال البرنس للمختلط وهكذا كانت مواقف الأهل ومسؤولوه متصقة تماما لا تهاون في تطبيق المبادئ في أي مكان يتولون مسؤوليتها ونفس العام 1928 شهد حدث حزين توفي عبدالخالق ثروت باشا الرئيس الثالث للأهل وأحد مؤسسيه يوم 22 سبتمبر 1928 وصدر في جلسة اللجنة العليا يوم 12 أكتوبر 1928 عدة قرارات منها أولا إيقاف الجلسة عشرة دقائق حدادا على المغفور له دولة عبدالخالق ثروت باشا رئيس شرف النادي وفي البندر رابعا اعتمدت اللجنة ترشيح حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا رئيسا شرفيا للنادي ووافقت الجامعية العمومية بالإجماع في جلسة 30 نوفمبر 1928 على انتخاب صاحب الدولة محمد محمود باشا رئيسا شرفيا للنادي وسعادة عزيز عزة باشا وكيلا شرفيا للنادي كان عاما عصيبا انتصر فيه الاهلي للمبادئ والأخلاق ومش بس كده ده فرضها على منظومة الكرة المصرية وفي سبتمبر 1928 ونتيجة لغضبه من قرار الإقاف قرر قرر حسين حجازي الانتقال لنادي المختلط وخد معاه علي الحسني والسيد عبادة يعني بسبب ما الأول للأهلي والكرة المصرية ونفس السنة 1928 شهدت إنجاز كبير لنجم الأهلي ومصر إسحاق حلمي إيه هو الإنجاز اللي حققه إسحاق حلمي ده اللي حنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة